موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر لغتنا العربية واحدة من أهم اللغات في العالم على مر التاريخ بالفعل فقد تمكنت من الانتشار خلال فترة ازدهار الحبارة الإسلامية إلى الكثير من البلدان والأقاليم والثقافات فاللغة العربية هي لغة عالمية بكل المقاييس استطاعت أن تؤثر في مختلف اللغات حول الكرة الأرضية واقتبست الثقافات في الشرق والغرب عدداً كبيراً من الكلمات العربية ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءاً لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا وأخترنا لكم في هذه الحلقة مشاهدين أن نستعرض سوياً أبرز المفردات التي يعود أصلها إلى اللغة العربية والتي دخلت على اللغات الأخرى لتصبح جزءاً منها البداية من اللغة الإنجليزية والتي تحتوي على العديد من الكلمات المستمدة من اللغة العربية وفي ذلك تشير التقديرات إلى وجود قرابة عشرة آلاف كلمة إنجليزية مشتقة من اللغة العربية فيما يشير البروفيسور العراقي مهند الفلوجي في كتابه الفردوس للكلمات الإنجليزية ذات الأصول العربية والذي استغرق منه بحثاً على مدى 24 عاماً توصل فيه إلى أكثر من 3000 جذر لكلمات إنجليزية تشكل 25 ألف كلمة من أصل عربي وعلى سبيل المثال مشاهدين للحصر من بين تلك الكلمات الإنجليزية ذات الأصل العربي كلمة شجر والتي تعني في اللغة العربية سكر وقد تم نقلها من اللغة العربية لتصبح من سكر إلى شجر أيضاً كلمة الكول وهي كلمة إنجليزية تعني بالعربية كثور أما الجبر والتي تعني باللغة العربية الجبر وقد استخدم العرب هذه الكلمة منذ القرن التاسع الميلادي وتم نقلها إلى اللغة الإنجليزية مع المستشرقين الذين نقلوا العلوم إلى أوروبا من بلاد المسلمين وكذلك مشاهدين كلمة كوتن وهي ما خود من اللغة العربية بشكل واضح فهذه الكلمة الإنجليزية التي تعني الكوتن هي نفسها التي توجد في لغتنا العربية أضف إلى ذلك كلمات أخرى نسمعها كثيراً في اللغة الإنجليزية ربما ما خطر ببالنا أنها من أصل عربي ومنها على سبيل المثال كلمة ستوري وهي من خودة من كلمة أسطورة وكلمة ميرور من مرآة وكلمة سفاري من السفر وكلمة هاوس مأخوذة من كلمة حوش في اللغة العربية وكلمة كاندل ومعناها الشمعة وقد أخذت من كلمة قنديل العربية وغيرها الكثير أما اللغة الفرنسية ففيها العديد من الكلمات ذات الأصول العربية وتشير المصادر إلى أن الكلمات المستمدة من العربية في الفرنسية جاءت من مصدرين رئيسيين كان إحداها هو اللغة الإسبانية التي أخذت الكثير من مفردات اللغة العربية فترة وجود المسلمين في الأندلس والمصدر الآخر كان نتيجة الاحتلال واستعمار فرنسا للمغرب العربي وخاصة الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين وفي هذا الإطار مشاهدين أوضح المستشرك لامانس في كتابه ملاحظات على الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية أن هناك أكثر من سبعمائة كلمة فرنسية من أصول عربية ومن بين أبرز الكلمات الفرنسية ذات الأصل العربي مشاهدين كلمة شيمي وهي مشتقة من كلمة كيمياء في العربية وكلمة صغبيت مشتقة من كلمة شربات وكلمة شوميز وهي مشتقة من كلمة قميص أما كلمة الجوغيثم فمشتقة من كلمة خوارزمية في العربية وكلمة توبيب فواضح أنها مشتقة من الكلمة العربية طبيب وغيرها الكثير أما اللغة الإسبانية فهي اللغة الأوروبية الأكثر تأثراً باللغة العربية والتي تحتوي على أكبر عدد من الكلمات ذات الأصل العربي ولا يخفى عليكم السبب مشاهدين فإن ذلك يعود إلى حقبة الحكم الإسلامي في الأندلس بين عامي 711 و 1492 للميلاد وقد ذكر المستشرقان إنجلمان ودوزي في كتابهما معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية أن الكلمات العربية الموجودة في اللغة الإسبانية تعادل ربع كلمات اللغة الإسبانية ومن بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي في اللغة الإسبانية كلمة أثيتي وهي مشتقة من كلمة زيت وكلمة الكوبا ومشتقة من كلمة القبة أما كلمة ديفن فهي مشتقة من كلمة ديوان وكلمة أروس مشتقة من كلمة الأرز وغيرها الكثير وإلى جانب اللغة الإسبانية مشاهدين هناك أيضاً اللغة البرتغالية والتي أخذت الكثير من الكلمات العربية إليها وذلك خلال تأثر البرتغاليين بحكم المسلمين للأندلس بين القرنين الرابع والتاسع عشر وحتى اليوم بقيت بعض الكلمات العربية في اللغة البرتغالية حيث تشير التقديرات إلى وجود حوالي ثلاثة آلاف كلمة برتغالية من أصل عربي وغالباً ما يمكن التعرف على هذه الكلمات ذات الأصل العربي في اللغة البرتغالية بأل التعريف في بداية الكلمة أما اللغة الألمانية فتتراوح التقديرات بين وجود مئة إلى أربعمائة كلمة من أصل عربي ومن بين أشهر تلك الكلمات الألمانية ذات الأصل العربي مشاهدين الأعزاء كلمة لايمونادا وهي مشتقة من كلمة لايمونادا وكلمة تاسا مشتقة من كلمة تاسا بالعربية وكلمة جبس وهي مشتقة من كلمة جبس أما عن اللغتان التركية والفارسية فقد أخذتا الكثير والكثير من اللغة العربية وما لا يعرفه البعض هو أن اللغة التركية كانت تكتب بحروف عربية قبل أن يتم تغييرها إلى الحروف اللاتينية بعد الحرب العالمية الأولى وتشير بعض الإحصائيات مشاهدين أن عدد المفردات العربية في اللغة التركية يقارب الستة آلاف وأربعمائة وستة وتلاثين كلمة وأما اللغة الفارسية فهي إحدى أكثر لغات العالم تأثرا واقتباسا من اللغة العربية ويكاد يظهر القاموس العربي بكامله في قاموس اللغة الفارسية واللغة الفارسية كذلك هي إحدى اللغات التي تكتب بالحروف العربية أيضا مشاهدين لغة الأورد وهي واحدة من أهم اللغات في العالم الإسلامي بعد العربية والتركية والفارسية وهي اللغة الوطنية لدولة باكستان كما أنها اللغة الرسمية في ست ولايات هندية وتكتب لغة الأوردو بالحروف العربية وهناك أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة كلمة لها أصول عربية في هذه اللغة كذلك يوجد في اللغة السكولية حوالي خمسمائة كلمة لها أصول عربية وذلك نتيجة وقوع سكولية تحت الحكم الإسلامي لفترة من الزمن كما أن اللغة الأمازيقية هي الأغرى مشاهدين تحتوي العديد من الكلمات ذات الأصول العربية وتتشابه مع اللغة العربية في العديد من القواعد وكذلك الحال في اللغة الكردية وهي اللغة الخاصة بالكرد ولغة الملايو التي يستخدمها السكان في إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغفورة وجنوب تايلند المسلم فهناك حوالي 3300 كلمة عربية دخلت إلى لغة الملايو كما أن اللغة الإندونيسية مشاهدين ولكونها إحدى اللغات المشتقة من لغة الملايو فهي أيضاً تحوي العديد من المصطلحات ذات الأصل العربي وأيضاً اللغة السواحلية هي الأخرى وهي لغة سواحل إفريقيا الشرقية وجد أن حوالي 65% من كلماتها هي كلمات عربية الأصل ويطول الحديث في ذلك مشاهدين الكرام لذلك نكتفي بالإشارة إلى أن من بين اللغات الأخرى التي تأثرت باللغة العربية أيضاً اللغات الكتالونية والهندية والألبانية والرومانية والبلغارية والمالطية وحتى اليونانية والتي برغم قدمها إلا إنها اكتبست الكثير والكثير من الكلمات العربية في وقت لاحق كما أن الحروف العربية مشاهدين أصبحت الحروف الأساسية لكتابة بعض اللغات في العالم ففي القارة الآسيوية وحدها على سبيل المثال هناك حوالي 25 لغة تتم كتابة حروفها بحروف عربية ترجمة نانسي قنقر